سر كاريزما الناجحين كشف أسرار لغة الجسد وكيف تصبح متقنا له الكاريزما هذه الصفة الساحرة التي تجذب الآخرين نحو الشخصية المتحلية بها فهي لا تقتصر فقط على الكلمات والأفعال بل تتجلى بشكل خاص في لغة الجسد إن فهم كاريزما لغة الجسد أمر أساسي لمن يسعى لتحسين تأثيره الاجتماعي وتطوير قدرته على التواصل والإقناع تعتبر لغة الجسد من أقوى وسائل التواصل البشري فهي تنقل الكثير من المعاني والمشاعر بدقة لا تضاهى وعندما يكون لدى الشخص ما كاريزما قوي في لغة جسده فإنه يصبح قادرا على إيصال رسالته بفعالية وإثارة اهتمام الآخرين لغة الجسد تشمل مجموعة متنوعة من التعبيرات بما في ذلك الحركات البسيطة مثل لغة العيون والتعابير الوجهية والإماءات وحتى وضعية الجسم على سبيل المثال عندما يقف الشخص بثقة بموقف مستقيم وبنظرة ثابتة يبث ذلك إشارة إلى قوة شخصيته وثقته بالنفس وهذا يجدب الآخرين بشكل غير مباشر من المهم أيضا أن نفهم أن لغة الجسد ليست مجرد مجموعة من الحركات بل هي تعبر عن الشخصية والمشاعر الحقيقية للفرد عندما يكون الشخص صادقا ومتفائلا ينعكس ذلك في لغة جسده بشكل طبيعي ويزيد من جاذبيته الشخصية لتعزيز كاريزما لغة الجسد يمكن للشخص الاهتمام بعدة نقاط منها التواصل البصري الحفاظ على اتصال بصري جيد مع الآخرين من خلال النظر في عيونهم والابتسام بشكل ودي الموقف الجسدي الوقوف بثقة وبوضعية مستقيمة تعكس الثقة بالنفس الإماءات استخدام الإماءات بشكل ملائم لدعم الكلام وتوضيح الأفكار التعابير الوجهية التحكم في تعابير الوجه بحيث تعكس المشاعر المناسبة للسياق في النهاية يمكن القول إن فهم وتطوير كاريزما لغة الجسد يمثل تحديا مستمرا يستحق العناء حيث تعتبر هذه المهارة أساسية في جميع جوانب الحياة سواء في العلاقات الشخصية أو العملية أو حتى السياسية إذا تمكن الفرد من تحسين تلك الجوانب فسيكون له تأثير إيجابي كبير على محيطه وعلى نفسه أيضا ترجمة نانسي قنقر